موسيقى أسعد الله وقاتكم مشاهدين الكلام بالخير والمحبة وهنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت حلقة مختلفة بتفاصيلها وأحداثها كما احتذيت علينا البداية من أهم الأحداث قبل أيام حصد برنامج وطن سبورت الأفضل لهذه السنة من خلال معرجان شباب ومشاهير نجوم ومشاهير العراق بصراحة التكريم دائما ما يكون هو معنوي لا يقدم ولا يآخر لكن بالنهاية هو تكريم معنوي لما نقدمه بإمكانيات بسيطة بأمور بسيطة فدائما ما هاي التكريمات احنا نشكر القائمين عليها تختلف أنه نوابات بعض التكريمات يختارون لشخصيات ربما يعني الأغلب ما يتفق عليهم لكن من أنت يتم استدعائك بتكريم بمشاهير ونجوم وأسماء محترمة وأصحاب البرامج الهادفة والمحتويات الهادفة وليس المحتويات الهادفة هذا محط فخر واعتزاز وفي نفس الوقتاني جدا أشكر كادر وإدارة قناة WTV قناة وطن وكادرها بمخرجيها بمصوريها بالعاملين بيها لما يقدموه من جهد نروح نتابع هذا التكريم ومبعدها نرجع لهذا العام من قناة وطن البضائية نبي الطارق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دمهة واتمنى للتوفيق والنجاح نفس الوقت أروح لمتابعة أخرى هي حصول نادي نفط الشمال لبطولة صالات العراق لدور الصالات النسوي للموسم 2020-2023 بتغلبها على نظيره فريق الزورة بنتيجة أربعة واحد في المباراة التي قيمت اليوم الثلاثة في قاعد كاركوك ضمن دور كرة الصالات النسوي طبعا دائما أكو دوري نسوي نشاهد لكن هذا الدور إذا نتعمق بتفاصيله وبالأخص الرياضة النسوية كثير من المشاكل كثير من التخبطات عدم تسليط الضوء على هذا هو أمر سلبي للرياضة النسوية إحنا ما نعرف إنه شنو الغاية من تواجد دوري نسوي وما كو منتخب الغاية من تواجد دوري نسوي وما كو مشاركات خارجية هاي رسالة لاتحاد العراقي وللكابتن عدنان درجال أنت اليوم غيرت أو أبعدت المدربة اللي حققت لك إنجاز آسيا وأنت اليوم جاي تعمل بدوري شنو الغاية من هذا الدوري يعني أنا ما أعرف كيف يكون العمل باتحاد كرة القدم وبالأخص يعني الرياضة النسوية علما أنه تيجي أموال للاتحاد العراقي لرياضتين الرياضة النسوية والكرة الشاطئية وأموال ليست بالقليلة أتمنى يعني من الكابتن عدنان درجال يركز الرياضة النسوية وليطلعون حجج أنه والله إحنا عاداتنا وتقاليدنا لا هاي رياضة وجاي نشاهد ناس تلعب وتتواجد ودوري ومنافسات محترمة عدنا مدربين عدنا خامات لاعبات كثيرة موجودة وأكون أسريت تعمل واختاروا الصحب النسوي لا تختارون الأشخاص اللي يلوثون هاي الرياضة بنفس الوقت تروح لي بطولة الجائزة الكبرى بمصر اللجنة البارالمبية حققت برونزيات للعراق في بطولة الجائزة الكبرى بمصر اللي حصل عليها اللاعب طاه رعد ومرتظى براهيم والوسامة البرونزي كل منهما وذلك في بطولة الجائزة الكبرى جراند بريكس للجودو البارالمبي الجاري حاليا في الإسكندرية بمصر والتي يشارك فيها 35 دولة يذكر أن المدرب علي عبدالخالق يشرف على تدريبات المنتخب العراقي في هذه البطولة ويعد اللاعب العراقي مرتظى براهيم من اللاعبين المصنفين العشر الأوائل أولمبيا يعني بالتوفيق لرياضة البارالمبية وما تقدمها بصراحة يعني من إنجازات الرياضة البارالمبية دائما نحن نتحدث بها أكو إنجازات يدعموا هاي الرياضة يدعموا اللجنة البارالمبية اليوم ما يقدموا هؤلاء الأشخاص هو أفضل من ما يقدموا الأصحاء بصراحة يعني بنفس الوقت نروح للمتابعة الأخيرة اللي هي منتخب الشباب يستعد لمباريات أو مباراة اليابان في نصف نهاية كاس آسيا اللي ختم تدريباته اليوم استعدادا لملاقات اليابان في نصف نهاية كاس آسيا يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت أسباكستان تقام المباراة في ملعب جار الذي سبق أنه قيمت فيه مباراة ربع النهائي بين العراق وإيران الوحدة التدريبية لهذا اليوم تواجد فيها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم كابتن عدنان درجال وعضو المكتب التنفيذي محمد ناصر وخلف جلال وجميع أعضاء الوفد وقبل التدريبات أطمئن مدرب المنتخب الشباب على جاهزية جميع اللاعبين البدنية والفنية وتحدث معهم على ضرورة التركيز واستمرار تدريبات اليوم إلى ساعة ونصف يعني نتمنى التوفيق لمنتخب الشباب وتحقيق نتيجة تلبي طموح الجماهير والرياضة العراقية وفي نفس الوقت أنا دائما أقولها إحنا من ننتقد الريد نتائج يعني يعرفون حتى المدربين اليوم البعض ممكن يزعل انتقادنا لهم هو من أجل تحقيق نتائج واليوم لذات الفئات العمرية مو أي مدرب يجيقود لعدة أسباب واحد من هاي الأسباب أنه أنت ماكو أرضية تعمل بيها يعني تفتقر للملاعب تفتقر للتجهيزات تفتقر للمعسكرات تفتقر لكثير من الأمور لكن عماد محمد توفر له ما احتاجه نحتاج بعد لكن عماد محمد توفر له ما احتاجه ولهذا احنا نطمح أنه نحقق الأفضل مع هؤلاء المجموعة مباشرة أرحب بي ضيفي واحد من المدربين اللي أشرف لسنوات طويلة على الفئات العمرية وقدم ما قدم بالأخص مع نادي الزورة وحقق أكثر من بطولة الكابتن عامر قاسم حياة كلا كابتن وجدا أشكرك لتلبية الدعوة تحياتي لك سوالنبيل ودعا جميع مشاهدك الكرام تحياتي لك العمل مع الفئات السنية كابتن أصعب من أنه أنت تعمل مع الخطة الأول هكي طبعا شوف أستاذ نبيل العمل مع الفئات العمرية شوف أطيك مثال أنه دول أوروبا أو أمريكا الجنوبية يجبوا لك مدربين من أفضل مدربين عالم يقودون الفئات العمرية نحن هنا المشكلة عندنا يعني ما أعرف الشوك أن نخلص من هاي المشاكل مع الاتحاد العراقي أنه إقامة دوري للفئات العمرية في وقت مناسب نحن رح ندخل في الشهر الرابع رح يجيك شهر الخامس يعني أنت تعرف اللاعبين دولا صغار الأشبال أو الناشئين ما يمكن أنه تقيم لدوري بأجواء شهر تم وزعب شل الموانع إذا أنت قمت الدوري خلال هالأيام اللي جاء يعني أنت تعرف أكثر ملاعبنا ملاعب تارتان أنت من تقيم دوري في أجواء حارة ملاعب تارتان أنت رح تأذي اللاعبين فهي يعني الصادف مشاكل كثيرة نتمنى أنه الاتحاد يعالج هاي المشاكل زين بصراحة كابتن عامر أنا أسألك سؤال اليوم وين المشكلة مثل ما يكون دوري الممتاز يكون من ضمن دوري الممتاز دوري الفئات العمرية يعني مثل اليوم لعبة الزوراوية الميناء ممكن يكون الشباب يكون الناشئين هاي ما رح تكون أفضل لو هاي ممكن رح تكلف الأندية زين بنفس الوقت النادي هم رح يستفاد أولا رح تلعب أكثر من حالك حال الأول ثانيا رح تكتشف لاعبين رح تعرف أمكانية لاعبينك ليش هذا ما يصير؟ وهذا من صلاحية الاتحاد كابتن عامر أستاذ نبيل إذا تذكر قبل كان الفرق الناشئين والشباب يلعبون قبل فريق الأول صح فتشوف الجمهور يطلع على أغلب اللاعبين يعني أغلب اللاعبين الجمهور يطلع عليهم ويحفظون الأسماء اللاعبين إنه هذا اللاعب الناشئين هو اللاعب الشباب نتمنى أنه يعني هسا الاتحاد العراقي قام دوري شباب دوري عام قسمهم مجموعتين لا ضير طيب أنت تبدي من الشارع أو تبدي من الأشباب والناشئين هم دول قاعدة لأشباب والناشئين لازم تبدون يعني هذا التأخير مو بصالح اللاعبين مو بصالح الاتحاد ليش دايصير التأخير كابتن عامر؟ والله أنا أريد أسأل نجدة المسابقات يعني أنا من مبارك هذا الكريم أسأل نجدة المسابقات ليش هذا التأخير بإقامة دوري في قاتل عمرية إحنا قلت لك إحنا جاينا شهر رمضان و جايتنا أجواء حارة اللاعب يعني اللاعب ما يقدر ينطيك بيشي أجواء أجواء حارة تموز وقاب يعني إحنا ليش هذا التأخير ما جايبتهم يعني مع العلم الكابتن عدنان درجال يريد يروح بدوري محترفين و يريد يروح بتفاصيل لتطوير الغيابة زيان كيف أطوراني و الفئات العمرية مهملة السيارية إحنا نكيف يروح بدوري محترفين نكيف البلد يتطور بس لازم إحنا من ين نبدي أصلاح نبي غير أكو تخطيط أبدي من القاعدة مو صحيح هذا الكلام مو صحيح مو صحيح نحن يتأخر دوري الفئات العمرية يعني أنت أكثر الفرق يعني أنت بس تتدرب وتلعب لعبات تجريبية إلى متى هذا هم سؤال وجل لزن المسابقات اللاعب بس يتدرب إذا ما تقيم لدوري يشتريك العالم تشوف المدري أبسط مثال كاتن أحمد كارل مدرب ناشين شون ده يأخذ لعبين ده يفتر على المحافظات ما قليل شيء زيانه هذا صحيح يجوز يكون لاعب يكون بيومه بس هو ملاعب ويجوز يكون لاعب موزيا بس هو أمكانية يحتاج لتوظيف وعمل هو الرجل طالب الرجل طالب قالهم أنا أريد أشوف دوري فئات العمرية أريد أشوف الناشين الأشبال شو نختار اللاعبين مو صحيح أنه يفتر على المحافظات بس أنتو كان دية تجيكم اختبارات وتقبلون طبعا بس المنتخب هذا منتخب كابتن عامر منتخب ما يصير أنه هو حقا شي سوي الرجل شي سوي يعني يقول لك أنا ماكو دوري قدامي ونروح يفتر على المحافظات يا شما الاتحاد ما يشوفون أنه الدوري ما موجود قيم الدوري آخر شين المشكلة ليش الصعوبات هاي كان رجل واحد يقيم دوري فئات العمرية كلها الله يرحمه بعوف رجل واحد يقيم لك الدوري مثل مؤسة موجودين عالم أكو قبل نظام وأكو خوف وأكو الكلام يعني يمشي خلاص من يصدر قرار ماكو ضغوطات كابتن ساد نبيل أكو أكو أس عالم موجودة لجنة مسابقات يعني عالم متفاهمة ورياضيين وعرفون أنه لازم تقيم الدوري هذا التأخير مو صحيح زين أريد أسألك سؤال دائما إحنا نتحدث به قضينا على التزوير كابتن عامر والله الدور العام الماضي يمكن قضينا على 8 إلى 85% من التزوير شلون قضينا كابتن عامر لجنة المسابقات ها ها زين هو دورها لو اليوم أنتو كمدربين أنت يا هذا من دوركم اللي السبب الأول والرئيسي بقافة التزوير آباء اللاعبين آها نعم آباء اللاعبين هم اللي يزورون أعمار أولادهم نحن هذا ليش نقوله لأنه نحن ببسط المعمع هاي وجاي نشوف الاتحاد هو الاتحاد لازم هم يتحرك أنه يجيب له مثلا ينفد ضابط أنه من العامة يجيبها قاعدة بيوم الفحوصات وأي لاعب يمر عليهم يفحصوا بالحاسبة الحاسبة العامة ما يعبر أي لاعب زين أنت تعمل بالتربية من خلال التربية ما نقدر نعرف التزوير من خلال قيد اللاعب كابتل له هذا هم يتم التلاعب به لا قيد اللاعب خاصة خاصة الابتدائية لا يمكن التلاعب به لا يمكن التلاعب به ما يمكن التلاعب به خاصة الابتدائية لأنه تعرف مسالة قانونية ومدر المدرسة يسال فصعبة زين ليش ما نمشي على قيد اللاعب هاي مفروض يطالبون بيها هم الاتحاد يطالب بيها بس المشكلة يقول لك أبو المدرسة يقول لك أنا ما قدر يطلقه لأنه إلا كتاب رسمي تعرف يعني كتاب التربية ما يقدر يطلق القيد صعبة صعبة زين اليوم لسنوات طويلة عامر قاسم مدرب للناشئين اليوم إذا عرض عليك تدريب نادي لممتازة أو لدرجة أولى طموحك هذا لو طموحك مدرب لمنتخبات الفئات السنية لا صار نبيل أكيد هاي مرحلة مرحلة إن شاء الله نعبرها بس تعرف هي أرزاق قادر على تدريب ممتازة درجة أولى لو طموحك المنتخبات الوطنية الفئات العمرية لأن أنت ملم بهذه صراحة ملم بالفئات العمرية بس لا أضير إنه أدرب لك أي فريق من فرق الدور الممتاز من أسهل ما يكون لأنه أنا ربيت التدريب سهل؟ التدريب كل الصعب خاصة مع الفئات العمرية صعب جدا أصعب من الدور الممتاز التدريب بالفئات العمرية أصعب من الدور الممتاز نعم وأسهل أكثر للمدربين ليش؟ يعني تعرف أنت لو أنه لاعبين صغار لاعبين مو مثل اللاعب الكبير من تطيم فلن وظيفة يقول إيه أديك إياها هذا لازم تكرر تكرر علي تكرر وتدريبات تكرر علي تدريبات حتى يهضم التمرين يهضم الخطة اللي تريدها أنت فمو بسهولة يطبق لك يعني تمام كيف شفت منتخب الشباب أنت مدرب لسنوات طويلة مع الفئات بكل صراحة أحكي لي من الأداء اللاعبين للكادر التدريبي وجهة نظرك وجهة نظري أنه فريق تهلي لكأس العالم وهذا شيء ممتاز جدا أنه منتخب الشباب تهلي لكأس العالم وهذا المطلوب هذا المطلوب هذا المطلوب طبعا لكن ماذا يحتاج؟ يعني تعرف أنت كأس العالم تختلف أنت من تروح راح تروح راح تلاقي فرق أقوى راح تجيك فرق أوروبا أمريكا الجنوبية في الراد يعني وكاتي عماد أكيد يعرف بالفريق وبالتطعيمات اللي يحتاجها إن شاء الله يحتاج مركزين ثلاثة يساعدون المنتخب أنه يعني يتواصلوا مع منتخبات كأس العالم زين عماد محمد اليوم يحتاج معاه مدرب مساعد عمل مع الفئات العمرية لو هذا ما يمنع أنه المتواجدين وأنهما لاعبين ونجوم لاعبي منتخبات وطنية والله أستاذ نبيل إذا تشوف أنهم نجحوا أنهم ينتهلوا كأس العالم هسا هما كادر ناجح فأكيد ما يحتاجه قل له كان الكادر المعاي أنه نجح نتهلنا كأس العالم لكن ما عاملين بالفئات العمرية العمل أنت قلت لنبيل أصعب من الممتازة طبعا هو هما يعرفون هما يعرفون أنه العمل أصعب بس هو يقول له كان الكادر ماتي مرتاحوا إياهم يطبقون أفكاره مش يتماشون مع أفكار عماد نجحوا نتمنى لهم التوفيق يوم غد إن شاء الله بالفوز على اليابان شو تتوقع يوم غد؟ أن اليابان فريق ليس بالسهل لكن بعد هذا الفوز وما حققنا رح نتخطى اليابان كافتن عامر خلال قراءتك للثلاث مباريات اللي خاضها منتخب الشباب سيد نبيل قراءة القدم ماكو شي بيها صعب أنت لا تعمل باجتهاد وتفهم فريقك وتفهم الفريق المنافس ماكو شي صعب عليك لا تنسى المنتخب العراقي ليس بالفريق الهين يعني يقدر يجاري المنتخب الياباني بسهولة بس تعرف أنه أكو خلال كافتن عامر تتكلم أنه أعتمد على البدلاء وهذا شي ممتاز أنه أعتمد على البدلاء البدلاء نعم تمام اليوم صحيح أنا أشوف خطوة اختيار اللاعبين المغتربين بالفئات السنية أفضل من الخط الأول لسبب أنت ما عندك دوري ممكن هناك هم يصيرون بدوري منظم لو تقول لا اليوم نبيل عدنا طاقات بأنديتنا ممكن يكونون لاعبين ذو مستوى عاني سيد نبيل صدقني عدنا مواهب العراق يعني لو أعطيك الأسماء يفوقون لاعبين أوروبا كلها بس احتي لي شون انت هاي المواهب تساعدها شون قد منهم المعون إذا أنت دوري ما تسوي لهم متأخر الدوري هو أنا هذا الأقوله يعني هذا اللي أتحدث بي يعني سأعني من خلال أنا مارد أحتي أمور شخصية يعني شاهدت لك بطولة التربيات أكلها أحبين بصراحة يستحقون يلعبون ممتازة بنيتهم الجسمانية عقليتهم أمكانيتهم أخلاقهم هذولي شون رح نقدر نمشيهم بالطريقة الصحيح كافتين عامر والمدرب سيريد لك لاعب جاهز وقلت لك أنت سألني إذا أتكلم لك أتكلم لك سألني أنا أقرب مكان اللي يعمل به نادي زورا إذا تحب تحضر وتشوف المواهب اللي موجودة في نادي زورا مواهب يعني ممتازة جدا منه من اللاعبين اللي ممكن بعد سنة سنتيا نطلع هذا المقطع وأقول عامر قاسم ذكر أنه هذا اللاعب رح يكون نجم يعني كثير من اللاعبين عندك محمد علي عندك محمد سلام عندك لي الضياء عندك يعني مؤمل علي مهاجم مهاجم نعم محمد سلام محمد سلام مهاجم بعد عندك لي الضياء لاعب وسط لاعب وسط نعم بعد هؤلاء موجودين شباب الزوراة يعني حاليا زين إش عجب الزوراة ما استقطبهم مؤمل علي موجود الفريق الأول موجود الفريق الأول بس تعرف أنت يا سيد نبيل ممكن لاعب يعني المدرب يجي فيقول لك أنا ما أقدر ألاعب لاعب شباب بعد أن كانت الزوراة منجم يعني كان الزوراة ما يشتري لاعبين يساعد لاعبين ويلعبون صح؟ ليش هذا ما كل عام بالزوراة؟ طيب أنت إذا المدرب الفريق الأول يقول لك أنا فلنضغط من الجمهور الجمهور طالب من نتائج ما يتحملون أنه اللاعب الشاب يتدرج شي سوي المدرب؟ لكن أنت خلال كلامك أنه مؤمل وغيرا ممكن إذا تطيب فرصة أفضل يعني أنت ذاك اليوم أنا يأكل سؤال فتقول لك نبيل مؤمل إذا لعب بأحد الانديا نفط الوسطة النجفها يأخذ فرصة ويقدم مستوى ممكن الكل يتفاجئ نحن نعرفهم أستاذ نبيل نحن ندربهم ونعرفهم وقلت لك أنا سيدا عدل لك شوية الأسماء ما تحضرني ستة لها سبع أسماء موجودين بنادي الزوراة يقدر يلعب لك بالدور المتاز بسهولة بس الإيد اللي تأخذهم وينها؟ هاي الإيد اللي توصلهم زين إدارة الزوراة كيف تتعامل معهم؟ يعني صراحة إحنا نحكي الحق أنه إدارة الزوراة مع الفيات العمرية من أفضل الإدارات الموجودة بالعراق يعني ما نخلي الناس بحاجة أنه عندنا مشرفين الكابترات خليل دائما متواجد معانا حتى الكابتن فلاحسن تلقاه يعني بالتمارين يحضر يتفرج على التمارين على المباريات ما يعوف شنو الجاي يصير بالزوراة كابتن عامر ممكن توصل الصورة أوضح البحض هسا إحنا دائما نجيب لو ناس مراضية لو ناس بالنادي أنت اليوم مريدك تكون محايد بعيد عن أنت بالزوراة وتعمل شنو الجاي يصير بالزوراة وليش هاي المشاكل والله أصلا نبيدع تشلك صراحة إحنا مشكلتنا بالزوراة مشكلة مادية أوف كل شيء مشكلة الزوراة مشكلة مادية إحنا حطيك مثال بسيط قاعد يوم من الأيام قاعد معي كابتن فلاحسن تحياتي له كان ثاني يوم لدروح للبصري يسحب مبلغ خمسمائة مليون راح رجع ثاني يوم أطول مئة مليون مئة مليون وين يوديها ببنات الزوراة على هاي اللاعبين الموجودة أعجاب هو لك أفضل مدرب اللي هو الكابتن أيوب ليش هاتنا لك أعجاب أحسن اللاعبين يعني دارة ما قصرت قلت لك المشكلة مشكلة مادية من توفر الأموال الفريق يمشي بس يقول لك إحنا نريد لقب إحنا الزوراء كابتن حامر طبعا أكيد أنت جمهور الزوراء حقه جمهور الزوراء متعلم على لقاب يقول لك أنا تعبر سنة سنتين بس ما أتحمل أنها يبقى بدون لقاب يعني حق الجمهور بس يعني الإدارة شي سوي يعني هم مقومون ينزل بتغيير الإدارة رح تيجي الأموال يعني هي ترى الأموال وزارة النقل وزارة النقل تطل الأموال مش النادي وزارة النقل توقف الأموال ووقف النادي هي المشكلة قلت لك حنا مشكلتنا مادية ممكن نقدر نقول الوزارة اليوم ما جاي تتحاون مع إدارة نادي الزوراء كابتن عامر يعني أستاذ نبيل إذا يجيك وزير رياضي تشوف الفريق يعني النادي يمشي مشي وتوفق حتى يتوفق يتوفق ما جايك وزير ووقف الأموال يعني تحير لا تحصل الرواتب لا تحصل العقود يعني إدارة هم حقهم يقول لك أنا من يجي بذلك الوزارة اللي أنا تابع إليها ما توفر الأموال ايش يسوون عالم يعني هم حقه والجمهور تعرف الجمهور طالب بالنتائج طالب البطولات الجمهور زارة ما يتحمل يقول لك أنا ما لعلاقة أنه أنت أكو فلوس ما كو فلوس ما كو فلوس ما كو فلوس أطلع يجي غيرك الجمهور ما يتحمل ما يتحملوا يقول لك أنا أريد بطولة شلون ما يعرف زين أنت مع تواجد أبناء النادي بالنادي إليش لا يعني شنو نضير أستاذ نبيل إذا كانت تواجدوا اللاعبين اللي خدموا النادي بس هم يعني مبتعدين تعالوا أحنا أنا يعني والله العظيم يعني أنزعج مننا شوف هاي المشاكل صارد نادي زارة نادينا ما بي مشاكل أستاذ نبيل ما في هذا اليوم صارتنا مشكلة شميلة والأغلب يمدح بإدارة فلاح هي يعني يعني أحنا نستغرب يعني هاي الفجوة اللي صارت بين اللاعبين يعني وبين الإدارة هذا الشيء مصحيح نتمنى أنه تنحل الأمور وكابت المفلع قادر على حل الأمور إن شاء الله تنحل الأمور إن شاء الله تنحل الأمور يعني أحنا ما قلت لك أحنا ما عدنا مشاكل بنادي زارة يريدون دور الجمهور يعني أنت مو بعيد عدد دورستانديبيل إحنا فرق عن الفريق الأول دعاش نقطة دعاش دعاش خمس نقطة خمس نقطة أكثر لا لا خمسة خمس نقطة عن فريق الجوية مو بعد ستة سبعة أنت بعد عندك مرحلة كاملة قابتل المستوى يحكم يعني أنت مرحلة كاملة مو الزورة أنت اليوم عامر قاسم تقعد على المدرج هذا الزورة اللعب بي عامر وأبو سعدية وليث وأحمد وحيدر هذا الزورة لا أكيد إحنا الكل ما راضي على المستوى اللاعبين إحنا نتمنى أن اللاعبين إذا يسمعون أنه أنت جاي يتمثل نادي بحجم الزورة بحجم البطولات اللي أخذناها شوية ضغطوا على نفسكم شوية أنطوا أنطوا جمهوركم يعني عقبت بأحد اللقاءات أنه اللاعبين ما حيوا الجمهور هذا الشيء مصحيح هاي ما صار أنه نادي زورة أنه لاعبين ما يحيون جمهور الزورة والله زعلانين ما كويت شيء أنت الجمهور رقم 12 عندنا بنادي زورة هم ينجحون الفريق لازم تقربون على الجمهور لا تعادون الجمهور يلاعبين زورة زين اليوم ليش حامر قاسم ما يدرب رديف ما يدرب شباب بالزورة ما طرحت هذا على كارتر فلاح ليش ما عملت مساعد اليوم يريدون الزورة مساعد ما تقدر تقعد وتجلس وياتقل لكارتر ممكن اليوم آخذ فرصتي تستحي مستحقاقك ليش أستاذ نبيل أنا مو من المدربين اللي يعرض نفسه أنه الحمد لله أنا نتاج لحققتها صار سنتي ناخد دوري والإدارة جاي تشوف ونعمل صحيح ما قدر أنا أروح لإدارة أقولهم خليني بهذا المكان هم إدارة يعرفون يعرف من إذا يشتغل من إذا يشتغل من إذا يشتغل من إذا حققت بطولات يعني هم أفضل مني برؤياهم أفضل مني هم يعرفون بس آني تعرف آني مدرب طموح أطمح أنه أنا دوري الأول مستحقاق دوري الأول بس تبقى رأي إدارة يعني الإدارة متسلطة بالزوراء كابتر عامر يعني شلو متسلطة يعني قرارها خلص ما ما بي مثل ما ممكن تقعد تناقش تتحدثوا إياها يعني حتى بعض التصريحات اللي تطلع كابتر ممكن يعني تحسسها أنه إحنا ما نسمع لأي واحد يعني هم دائما يقولوا لك إحنا بالنسبة للجمهور مكانة واحد إحنا إدارة ما يصبح الجمهور يدخل ويعني هذا هو شيء الصحيح إنه الجمهور ما يدخل قرارات إدارة والجمهور ليش معصوب لأنه قلت لك النتائج للنتائج من ما يشوف النتائج ما يروح على إدارة إحنا نتمنى إنه هاي الأمور تنحل يعني نتمنى الإدارة تستمع للجمهور ما يكون مشكلة يعني بس مو تقربوا الجمهور بس تستمع لا ضير تمام إدارة الزوراء مقتلع يكون إنه دوري محترفين كابتر هامر لو صعب هذا الأمر ورأيك بدور المحترفين أستاذ نبيل إحنا ليش ما نتطور مثل باقي العالم العالم دي يتطور وإحنا ليش نرجع يوري يعني كابتر عدنا نرجع دور المحترفين يا أخي أطبق دور المحترفين شون المشكلة يعني ليش ليش ما ما نقدر أبدي أول خطوة ثاني خطوة عسي إذا ما تواصلت بالخطوات أوقف بس لازم نبدي أتمنى الأندية تساعد الاتحاد على دور المحترفين الأندية لو لازم مساعدة الدولة كارتن حامر أكيد أنت الدولة لا ما تدخل الدولة شون دخلت بطوط الخليج وساعدت الاتحاد الدولة لازم تدخل بالرياضة العراقية لازم تساعد الاتحاد تساعدها ماديا معنويا بكل حالات إذا الدولة ما تدخل ما نقدر نطور ما نقدر نمشي لازم ندخل الدولة أخو ممكن يقول لك أنه إحنا هاي إمكانياتنا زين اليوم أنت اليوم تشاهد السعودية رح يجيبون ميسي يعني إش وقت نبدي نتطور إش وقت نوصل أنت شاهدت مباراة يوم أمس الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي شاهدت الإمكانيات كابتن دور المحترفين يخلق لك لاعبين طبعا أكيد إحنا اليوم منتخبنا يفتقر لللاعبين كابتن عامر يعني لن جامل لاعب ما يبقى مستوى ثابت اللاعب السعودي يعني شوية اجيب محترفين أبو بس هم ما يخالف يعني شوية أجي محترفين أبول ما شفت محترفاني يعني أنا أقولك بس شوية المواسط بالشرطة الباقي ما شفت يعني المحترف سوى فارق بالأندية حسنت حتى اليوم الزورة ما عدتكم محترف على مستوى حالي ماكو أنا يعني هم هذا الموضوع أقول يعني شعجب يدارة الزورة أنه اللاعبين محترفين يعني طريقة الاختيار شو أنت صرت طريقة الاختيار بالنسبة للاعبين محترفين أريد لعب المحترف لازم يسوي فارق بينه هاي عندية جماهيرية هي هاي المشكلة يجي اللاعب المحترف لازم يجي بمستوى عالي يضيف لللاعب المحلي أستاذ نبيل هي وحدة من الحالات ممكن نفس أرجع على سالفتك أنه ماكو أموال عندك أموال تجيب لعب على مستوى عالي وحدة من المشاكل اللي صارت بين جمهور زارة وإدارة اللاعبين محترفين أنه ليش ديجيبوا اللاعبين محترفين مزينين أنا قلت يعني طريقة الاختيار المفروض تكون أفضل أكون الجنة؟ أكيد أكون الجنة الجنة والكادر تدريبوا إياهم ولا شون يختارون أساني كمدرب نيجي اللاعب المحترف أنا اللي أختارها أنا مدرب أنا أختار اللاعب المحترف فأتمنى تكون طريقة الاختيار أفضل زين الشي يحتاج اليوم الزوراء؟ والله مثل ما قلت لك ما يحتاج إلا المادة المادة أنت جلب الأموال طريقة كل الصعبة يعني أنت تروح يجزوك على دارة من الدوارة وزارة النقل ما يطوك يقول لك ما ما عدنا زين أنت كإدارة ش تسوي يعني؟ يعني هم حقهم العالم يقول لك ما منين نجيب؟ فأنتمنى أنه وزارة الشباب الدولة هيتش أندية مثل الزوراء مثل الجوية مثل الشرطة طالب يا أخوان ساعدوهم كابتر عمر الدوري المحترفين رح يخلصنا من هاي الأمور ما كوا فلوس ونستجدي من الوزارة وما أعرف شنو ممكن يخلصنا من هاي التفاصيل والأمور دوري المحترفين يجيك مستثمر وهو ممكن يرعل نادي خلصك إذا الدولة تدخلت إذا تدخل الدولة الدوري المحترفين يمشي أي نادي ما عندنا أمكاني لازم الدولة تساعدة لازم عندك بالبنك رصيد ومبالغ رصيد ومبالغ رواتب تمشي لازم ما توقف يمشي دوري المحترفين فلازم تدخل الدولة تتوقع رح أنسير بي كابتن عامر لو صعب والله ماكشي صعب بس قلت لك إحنا لازم نبدي لازم أول خطوة ثانية نبدي ما يصريح ننظل والله ها ما نقدر لا نقعد لازم يعني لازم نتطور وان التخطيط دائما نحجب التخطيط وان التخطيط دوري فئات عمرية احنا ليسا هاملي ودنعاني وليسا ما نعرف ما عندنا كراس ممكن يكون وهو سهل جدا روح سوي ويا دوري الممتاز وسير بيه هس انت شوف هس رح يضغطون لك دور الفئات العمرية يقول لك ها صارت حارة ونسوي الكامل جموعتي ما اكوه بالعالم لاعب الفئات العمرية قلتش لازم يعبلي خمسة وعشرين ثلاثين مبارات بالموسم ما يصير يسوي لك مجموعتين ويلاعبك ست لعبات لها سبع مباريات ودقعدة شون رح يتطور اللاعب شون تشوف اللاعبين يعني ما عرف والله يعني لزم المسابقات لازم تسرع بقامة دوري للأشبال والناشئ زين وين دور الاندية؟ ليش ما تطالوا؟ الهيئة العامة هاي الرئاسات الاندية ياب احنا نريد دوري للفئات العمرية نريد دوري منظم للشباب احنا بعد مرد نوقع لاعبين بثلاثمية وميتين حتى نشوف لاعبين بدوري منظم ونساعدهم للخط الأول ليش بس انتو المدربين تطالوا؟ أستاذ نبيل الاندية يعني كل الاندية مستعدة كل الاندية تدريبات ومبارات تجربية على مستوى الأشبال والناشئين والشباب كل الاندية مستعدة كابتل مستعدة بس حسا ذاقي اليوم اكو قرار انه مثل رجع ثلاث لاعبين يلعبون بأعمار جول في 18 سنة بحضر الاندية ما تقبل؟ صح؟ موين يلعبون يعني؟ بالممتازة انت لازم يشارك ثلاث لاعبين بأعمار 18 او اقل؟ انا لسا قبل شوية قلت لك انه اكو بعض المدربين يتجبجب من لاعب الشاب لا هذا انزل قرار ادارات الاندية هذا قبل ان شاء الله معمول بي صح له غلط؟ ايه؟ انزل هذا القرار ادارات الاندية ثلاث لاعبين يعني على اقل انطيهم فرصة؟ قبل كان خمس لاعبين خمسة؟ خمس لاعبين لاعبين شباب يلعبون مع الفريق الاول هذا قرار له هي الاندية؟ لا اتحاد قرار اتحاد قرار اتحاد يلزم الاندية انه حتى تعتني باللاعب الشاب انه انت للأمار انت خمس لاعبين كل موسم خمس لاعبين ثلاث اربع موسم يصير عندك تشكيلة مون تمام؟ تشكيلة يصير عندك كل موسم خمس لاعبين يصير لك الفريق الاول ما تحتاج بعد لاعبين محترفين والمحترفين اللي نجيب افضل من لاعبك الموجودين زين ليش بس من هاي المناطق نجيب محترفين؟ عالرخص رخيصين يقول للاعب انا اتجيب لاعب محترف احنا احنا طلعنا بره واحترفنا ولعبنا كل شي واقع برأسنا لازم كل هنا احنا نسويهن شو احنا محترفين يجونا ما احنا قعدون احتياط ما احنا قعدون احتياط ما احنا قعدون احتياط بس هذا يتحمل اللي جاء به طبعا للعلم مو بس الزوراء هواية اندية اي اي هواية اندية والدليل تروح تباوع الكهرباء وغيرها من اندية المحترف افضل من هاي الاندية اي انا اتكلمك عن كل اندية اباع المحترفين محترفين زيج شوات ثاني او اخر ربع ساعة ما كيش محترف انت جايب محترف تستفاد منه دا فعلا مبالغ اطلعي مبالغ من عنده لمن جايباني هذه ساعد فريقي ومو جايبه قاعد احتياط الله ساعده مدرج كابتر احنا حتى اليوم ما عدنا لاعبين يروحون بدول يحترفون بمستوى عالي يعني ما عدنا لاعب يروح ليران يروح للدور السعودي القطر وهذا الطموح ويوقف صح؟ صح هذا اول شي تفكير اللاعب شي الثاني احنا ما عدنا زين وين دور ادارات العندية ساعد نبيل احنا ما عدنا شون يقول عالم تمشي اللاعبين مالتنا ما عدنا انه يسوقون تسويق هذا الشي بالعراق موجود عدنا لاعبين سوبر اليوم بصراحة والله يعني اللي اذا شوفه بالدور الممتاز لاعبين قليلين قليلين له ما لا قليلين جدا وقلت لك انا بالدوري احنا قريبين عالدوري وبالتحلي بنباوع ما لا نشوف اللاعب اللي يصنع الفارق بالفاق يتحمل هالمدرب لهو اللاعب نفسه بصراحة المدرب واللاعب والدارة وكل يتحملها الكل يتحمل مستوى اللاعب مستوى اللاعب طبعا انت اكثر اللاعبين حاليا اذا مو كلهم يعني تباو عليهم يسهر الطريقة التغنية التغذية مو صحيحة هذا انت لاعب محترف تاخد موالغ عالية مو تعترف نفسك تطور نفسك فكر اللعلى قلت لك هو طريقة التفكير عند اللاعبين ما عرف يعني مو صحيحة زين ممكن اليوم اذا اردت الاندية كابتن عامر من ضمن العقد تخلي هاي الشروط انه يتواجد اللاعب بالنادي من الصبح للعصر انه التغذية يحتم بيها عدم السهر ويتعاقب عليها عنه شن الفايدة من يخسر اخصم من عقده ومن يغلب ألغي الخصوم الخصوم نبيل اذا انت اللاعب اذا انت من ذاتك ما تطور نفسك لا كابتن انت تعرف هذا الجيل مو مال تتعاملوا بطريقة لينة مو اكثر اكثر شوف اكثر لاعبين يعني الاغلب وما شاهده لاعبين منتخب ما ملتزمين سيد نبيل اكثر لاعبين طلاب او موظفين ما تقدر تجيبه من الصبح كابتن انا ما اقصد على فئات حمرية اقصد يعني هو حتى عن الدور الممتاز يعني طالب يعني مثل طالب يلعب دوري ممتاز عقده 300 طالب يقول وين تضير دوامك الصبح او تدعم بالاسبوع يومين كابتن عامر يعني بالعاكد الشهادة اليك انت ماخذة بس انت اليوم عملك كرة القدم انا جاي انطيك 200 و 300 و 150 مليون كابتن ترى رقم طوان يعني ما جاي انطيك 10 ملايين او 10 الاف دينار او 50 الف انت لا تطور نفسك ولا انت تتقدم ما اريده يعني استحقاق هاي الامور انت ما جاي تطيها اي صحيح يعني قلت لك انا ما شفنا اللاعب اللي يصنع الفارق بالدوري اللاعب اللي ياخذ الى 200 و 250 و 300 هذا المفروض يعني من يلعب بالمباراة هذا فارق عن ابو ال 25 مليون 30 مليون 50 مليون بسووا فارق ما شفنا هذا الفارق باللاعبين الموجودين انت مع تحديد عقد السقف اللاعبين يعني هذا الاتحاد قرره وانا قرره انت برأيك اليوم خلال مشاهدتك للدوري الممتاز تباوع اللاعب وتباوع امكانيته وتباوع لاعب المنتقب وتباوع لاعب الاولمبي نحتاج اليوم نحدد سقف عقودهم اي نقدر نحدد لانه قلت لك هاني المستويات اللاعبين متقاربة جدا متقاربة ماكو ذاك الفارق بين لاعب و لاعب حدد السقف الاتحاد بس اتهم اتحدد سقف الاتحاد و يجي بعض الاندي نطلق مبلغ اعلى و كسروا بس هذا يقدر انه تقدر يعني تعرف شلون يعني مثل اليوم انا ابو الزوراء من انا احدد عقد مية اكثر من مية ما انطي خل انطي جول مثل ما نقول خلف الكواليس بس باتشر مني روح يشتكي علياني موقعك بمية روح اشتكي لا ما يقدر يشتكي صح له غلط مرة مرتين سنة سنتين مشكلة مشكلتين ننتهي من هذا الموضوع صح له غلط انا اليوم انطيك مية خلي ابو غير نادي انطيك مية و عشرة مية و عشرين لكن باتشر اقوى من ما انطيك العشرين روح يشتكي علياني موقعك بمية فانت اكو اكو فالسيستم تمشي عليه ممكن هذا يحدلك هواية من هاي الامور راح تعرف ولااءات اللاعبين امكانياتهم اخلاصهم انتماهم للاندية والله يا صد نبيل هذا المفروض رئيس الاتحاد كانت عندنا نرجال يقعد مع رؤساء الاندية و يتخطون هذا القرار انه تحديد ثقف لعقود اللاعبين حتى مصير تلاعب امشي على ثقف واحد قد مية مية وعشرين مية وخمسين وخلي عندي كلها تستمر عليها نقدر؟ نقدر ليش ما نقدر؟ كلش تقدر نسوي بس قلت لك احنا الخطوات لازم ناقلها سريعة بس هو مو فالشي صعب لا مو فالشي صعب يعني شوف حتى موضوع انه انت اليوم تدوير المدربين و المدرب بموسم واحد يعمل بربع عندي هذا خطأ شو كنت تتفرصة للاخرين كابتن عامر هذا خطأ هم الاتحاد يقدر يصدر قرار مثل مصر و غيرها اي هذا قرار موجود ببعض الدول العربية صح صح موجود بس احنا المشكلة ليس من المدرب مشكلة من اليدارات لندية انه اصدر قرار المدرب مثل اليوم درب بالزوراء وراء تلجى ولا تخرج ما يعمل الا نهاية الموسم او الموسم القادم اي قرار الاتحاد هذا لازم يصدر صح له غلط صحيح الاتحاد لازم يقرر انه المدرب اللي يطلع من نادي ايما يصدر يروح غير نادي خلي على اقل يعبر ثلاثة شهر اربعة شهر خلي يعبر مرحلة عبر مرحلة على قولتك بس وين يعني حتى ما يطلق فرصة تشتغل ايها المشكلة ما ينطلق فرصة اي يعني انت من مدرب استقطاب المدربين من الخارج ضربة للمدرب المحلي والله يعني احنا لحدها ما شفنا المدرب اجي من خارج العراق سوفت طفرق لا يعني ما شفت انه ما يجي فقط للاندية الجماهيرية يعني يجي للشرطة يجي للجوية يجي للطلبة لكن ما جاني مدرب يروح مثل للنجف ما جاني مدرب راح للميناء مثل اليوم اتعدك كابتن باسم قاسم مدرب ومحقق انجازات وماخذ كاس ومدرب منتخب وعاد لاعبين يدرب بالميناء بينما لو مدرب محترف يجي ما اتصور يعني والله واكم واكم مدربين يجون يشتغلون البيض لا نقصد على مستوى عالي كابتن لا مستوى عالي لا لا مستوى عالي اكيد يدور فرقة جماهيرية يدور مبايغ العالية اكيد طبعا ما يدورون ان دي اثن تحت الوسط وقللك هاني اسمي يحافظ علي اسمي ليتش تمام قرالك رسالة من كرار الشويل يقول السلام عليكم تحياتي اليك يقول حينما ارى حلقة الضيفية تواجد بها عامر قاسم اوليث حسين او سعد قيس او ابراهيم عبد نادر او اكرم عم مانويل الجيل هذا جيل ذهبي نحس بحصرة تجعلنا نترك كرة القدم لان بدون زعل ارى لاعبي الحالي 10% ما يصول الجيل الذهبي السابق نتمنى ان يرتقون للأفضل لان احنا كجماهير نأشق كرة القدم والجيل السابق لما قدموا انا اشكر الاخ كرار وهي شهات مشكور عليها يعني شخص يقول كابتن عامر ايهما افضل اليك نفس سؤالي العمل بالمنتخبات السنية لو مدرب بالاندية وبالاخص نادي الزوراء كمدرب جماهيري نا مدرب بالاندية يعني الزوراء ترى ثلاث مباريات تخسر اول واحدة ان يدخدك ما اكون مشكلة خلي اخذ الفرصة كل حادث حديد هي تصعبوا اليوم الفرصة للمدرب الشاب والله انت مثل ماذا اشوفوا احنا عالفيات العمرية والعالم لحقتنا طي فداء الفرق الممتاز شنون عالفيات العمرية ولاحقيكم العالم ايه ما اكون يومية جايك واحد وانا ادرب وانا ادرب يابا مدربين موجودين يقول له ما يخالف بايش ميشان نشتغل ايه هاي مشكلة ايه هاي مشكلة مثل نبيل الاعلام هام صارت اطلع اليوم يجي غيرك يشتغل هو هو دولة اسماء والتاريخ يقول له اسماء والتاريخ ما يخالف احشرنا شو ميشان موش تدريب تدريب موهيش تدريب فكير تعلم اللاعبين موش شو ميشان اخلاق التربية بالذات هذا الفئات العمرية لازم تتعاملوا اياهم باخلاق قبل ما تتعاملوا اياهم فنيا وبدنيا سيد نبيل دولة لاعبين فئات العمرية ومدرب ماتهم شنو تاريخه شنو اسمه يبعون يتفرجوا هي طبعا يبحثون عليك باليوتيوب سوت وانتش يتلاعب عشون يطورون انت خاصا مدرب الفئات العمرية ما تطبق قدام اللاعباتك الحالات التدريبية ما يتطور اللاعب انا جدا اشكرك واشكر تواجدك وتعبتك وحلقة ممتعة كانت معك كابت العمر اتمنى لك التوفيق بس اتمنى لك منتخب اكثر من الان ان شاء الله الله كريم اشكرك كابتن مشاهدين الكرام هذا ما يسمح به وقت البرنامج شكر موصول للأخوة خلف الكويس هذا نبيل طارق في العداد والتقديم نفتقيكم اليوم وقد في امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة